وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السلع الرسمي وتمكنت الوزارة قلل 24 ساعة من ضبط 460 قضية تموينية بمضبطات بلغة 167 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 41 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمي للسلع تم ضبط 126 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 71 قضية خبز ناقص للوزن و112 قضية خبز غير مطابق للمواصفات